شارك معالي الشيخ خالد بن أحمد بن محمد الخليفة وزير الخارجية زعماء ورؤساء وفود دول العالم في افتتاح أعمال الجمعية العامة التي تبحث جملة من القضايا المهمة التي تؤثر على حاضر ومستقبل المجتمع الدولي ومن بينها الأوضاع في سوريا واليمن وليبيا بالإضافة إلى القضية الفلسطينية ومسألة اللاجئين وفي كلمته أكد معالي السيد بنكيمون الأمين العام الأمم المتحدة على أهمية تحقيق التنمية المصدامة لتحسين المستقبل منوها باتفاق فاريس الذي تم التواصل إليه بشأن تغير المناخي معربا عن أمله في تنفيذ هذا الاتفاق مستعرضا التهديدات الأمنية التي تواجه دول العالم والنزاعات المسلحة التي أدت إلى التطرف والعنف مشيرا إلى أن الأزمة في سوريا تحصل أكبر عدد من الأرواح مشددا على الحل السياسي لهذه الأزمة داعيا كافة الأطراف المؤثرة إلى العمل من أجل تحقيق ذلك كما تحدث مع السيد بيتر تومسون رئيس الدورة الحادية والسبعين للجمعية العامة حول خطط الأمم المتحدة للتنمية المصدامة عشرين ثلاثين والأهداف التي تسعى المنظمة الدولية إلى تحقيقها خلال الفترة المقبلة من أجل توفير حياة أفضل لكافة المجتمعات ومن أبرز المتحدثين بالمناقشة العامة في يومها الأول اليوم فخامت السيد ميشيل تمر رئيس جمهورية البرازيل وفخامت الرئيس باراك أوباما رئيس الولايات المتحدة الأمريكية وصاحب السمو الشيخ تميم بن حمد الثاني أمير دولة قطر وفخامت الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية وجلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية بالإضافة إلى المملكة المغربية والجمهورية التركية والجمهورية الفرنسية والمملكة المتحدة وعدد آخر من قادة ورؤساء الوفود المشاركة في أعمال الدورة الحادية والسبعين للجمعية العامة وتمثل اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة فرصة لتبادل وجهات النظر حيال أبرز المشكلات والتحديات التي تواجه المجتمع الدولي ولتوصل لاستجابة دولية أفضل تؤدي إلى حلولا لهذه المشكلات ولتغلب على التحديات هذا واتهم الأمين العام للأمم المتحدة بن كيمون نظام الأسد بقتل معظم المدنيين خلال الحرب الممتدة منذ خمس سنوات في البلاد وقال بن كيمون عند افتتاحه أعمال الجمعية العامة للمنظمة الأممية إن نظام الأسد هو الطرف الرئيسي في مقتل هؤلاء المدنيين وأنه ما زال يواصل استخدام البراميل المتفجرات ضد مناطق السكنية ويقوم بتعذيب الأسرى بشكل ممنهج وطالب الأمين العام للأمم المتحدة بوقف القتال في سوريا بعد انهيار الهدنة التي استمرت أسبوعا في البلاد تمهيدا لانتقال سياسي كما ندد بالقصف الذي تعرضت له قافلة مساعدات الأمم المتحدة في حلب وصفا ما حصل بالهجوم الوحشي والمتعمد النزاع في سوريا هو النزاع الذي يوقع أكبر عدد من القتلى ويتسبب بأكبر قدر من زعزعة الاستقرار الكثير من المجموعات قتلت مدنين أبرياء ولكن أي منها لم يقتل بقدر الحكومة السورية التي ما زالت تقصف الأحياء بالبراميل المتفجرة وتمارس التعذيب الممنهج لألاف المعتقلين أدعو كل الذين لديهم نفوذ لعمل من أجل وقف القتال وبدء المفاوضات تمهيدا لانتقال سياسي في سوريا ترجمة نانسي قنقر